يبدو أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية استنفذوا كافة الأدوات والسياسات التي قد تعيد بوصلة العملة الوطنية إلى وضعها الطبيعي فانهيروا الريال المتواصل بحسب خبراء اقتصادين يكشفوا العجز الشبه التام في ضبط السياسة النقدية التي تم ترك الحبل على الغارب لتتحكم المضاربات وتوجهوا قيمة العملة صوب التدهور وتصلوا لأدنى مستوى تاريخي لها عند 1920 ريال للدولار و500 ريال مقابل الريال السعودي المسؤولية تقوى على عاتق الجميع ابتداء من البنك المركزي والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي وجميع الأطراف والكينات المنظوية تحته لأنها تمس الوضع معيشي المواطنين وتفاق من معاناتهم بحيث تآكل قيمة مداخلهم في مقابل ارتفاع الأسعار قصور ملحوظ شجع ما في السوق السوداء على زيادة المضاربة بالعملة والطلب على شراء النقد الأجنبي في السوق المحلية لأغراض متعددة وليس من أجل السيراد فقط ورغم استمراء البنك المركزي في طرح مزادة علنية لبيع العملة الصعبة للمسوردين إلا أن ذلك لم يساهم في حل مشكلة انهيار العملة الوطنية فهل سيتوقف الحال عند هذا المستوى؟ أم أن القادم أسوأ؟ حيث أكدوا خبراء أن الانهيار سيستمر في ظل توقف الصادرات خصوصا النفطية منذ أواخي العام 2022 وشحات النقد الأجنبي وغياب الاستقرار السياسي وتعيش البلاد على وقع أزمة إنسانية ومعيشية صعبة مع انهيار العملة التي وصلت إلى مستوات قياسية وصد عيز الحكومين عن وضع حلول اقتصادية مجدية لوقف ذلك الانهيار وتحقيق الاستقرار الاقتصادية أزمة العملة الوطنية تتسبب في ارتفاع معادلة التضخم في أسعار السلع والخدمات الذي بدوره يعمل على تأكل المدخرات والأجور والرواتب ويقضي على قدرة الشرائية الأغلبية من المواطنين ويضعف الأسواق ويضعف معدلات الفقر والبطالة وافظة للأوضاع الصعبة ترتفع الأصوات الشعبية المطالبة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة باحتخاذ تدابير عاجلة للحد من هذه الارتفاعات الجنونية سواء من خلال تحسين سعر الصرف أو زيادة الدعم على السلع الأساسية التي تشهد زيادات يومية في أسعارها والتي تسببت جاء الحياة أكثر صعوبة وقوضت الاستقرار المعيشي في البلاد بشكل عام